التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى وليلعهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك صباح اليوم بقصر الألقذابية وخلال اللقاء أشاد سموهما بأهمية الزيارات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى لمختلف دول العالم ودورها في إرساء صياغ جديدة للتعاون مع هذه الدول بما يؤكد على رؤية مملكة البحرين القائمة على مد جسور التعاون تجاه كل من يرغب في تحقيق الخير والمصالح المشتركة كما تؤكد هذه التحركات من جانب آخر إيمان المملكة بأن التحديات الجمة التي تواجه المنطقة بشقيها الأمني والاقتصادي لا يمكن مواجهتها إلا بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بعدها استعرض سموهما جملا من الأفكار والرؤى التي تستهدف دعم باب الإيرادات بميزانية العامة للدولة بما يخدم التوجه الحكومي نحو التنمية والتطوير كما بحث سموهما عددا من المبادرات التي تكفر الارتقاء بالكوادر البشرية العاملة في الجهاز الحكومي والاستغلال الأمثل لإمكانياتها للارتقاء بالمنتج الحكومي سواء على صعيد الخدمات والإجراءات والمعاملات ونوه سموهما بأهمية الملتقيات التي تدعم التوجه الحكومي في تطوير الأداء بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات المرحلة وتحدياتها المختلفة في شتى المجالات وأكد سموهما الدعم المطلق لكافة الاجتماعات التي تكفل الخروج بالمرئيات التي تحدث مزيدا من التطوير في الكوادر العاملة في الجهاز الحكومي بما يحقق قرية الحكومة التنموية والاقتصادية التي تستهدفان الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني